ترابلوس نعم وبرحب بالمهندس الدكتور فؤاد حسنين أهلا وسهلا فيك فؤاد شرفتنا يعطيكون العافية بعرف أنه أنتوا أبناء ترابلوس مدينة ترابلوس نعم وعرف أنه أبناء هالمدينة عم يقوموا بجهود كبيرة بالفترة بالسنوات الأخيرة حتى يغيروا الصورة النمطية اللي عم نشوفها أولي عم يقدموها للعالم للأسف بالسنوات الأخيرة عن هالمدينة العريقة العزيزة على قلبنا كلنا وهيزي من المبادرات اللي أطلقتها ولكن أريد أن أبدأ معك رانا عارفنا شوي عن جمعية ري براندينج تريبولي شو أهدافها وشو بيشمل عملكون تأسست ري براندينج تريبولي بالـ 2016 بهدف إعادة الطابع الحلو للمدينة ونشر الصورة الإيجابية بلبنان وخارج لبنان حاليا أنا نقبل رئيس والرئيس هي رانا سابوني بغدادي ولقاينا أنه بكفي بقى ترابلوس هالقادة متهدة هالقادة عم يشاع عنا إشياء سلبية قررنا نعمل لجمعية كرميل ننشر الصورة الإيجابية عن ترابلوس كان في عدة نشاطات خلالها ثلاث سنين النشاط الأول كان بشارع مونو بالمينة تحت عنوان عيش ترابلوس بالمينة هيدا الإيفانت كان بالتعاون مع ليفلاف بيروت وسوق الطيب وهيدي الكولابريشن جذبت كثير من خارج المدينة زوار من منذ المجاورة كمان من كل المناطق البنانية من كل المناطق البنانية يعني ساعدونا بهيدي الكولابريشن تاني إيفانت كان بشارع نديم الجسر بترابلوس وهيدا شارع معروف أنه هو تجاري حيوي كان الهدف من هيدا بوقتها النشاط النشاط أنه يعرضوا كل أبناء المدينة منتوجاتهم الحرفية واليادوية ومأكلاتهم التقليدية ويلي عندهم سمول بلس الإشاري بتتميز فيها بس مدينة ترابلوس قدر عدد الزوار بعشر تلاف شخص كان كتير ناجح وركزنا فيه كمان على المواهب الموسيقية للشباب بترابلوس كان في عروض موسيقية كمان الإيفانت الثالث كان بيعيد الميلاد ورأس السنة 2017-2018 بوقت ترابلوس ما كانت عم تحتفل بهذه المناسبة قمنا فيه بمعرض رشيد كرام الدولي إلى جانب بعض الإيفانت الثانية الصغيرة مثل عروض مسرحية من مترو المدينة قاموا بعروض موسيقية بعنوان شادية وحليم وحالياً نحن بصدد لنحضر الإيفانت جديد هو مسابقة بالتصوير بعنوان ترابلوس بعيونك أحلى اللي عم نحكي عنها اليوم يعني سلسلة من النشاطات اللي كلها بتهدف لتقديم أجمل صورة أو صورة الحقيقية عن مدينة ترابلوس اللي بالرغم من كل الأحداث الأليمي والبشعة اللي صارت بسنوات الأخيرة ولا مرة توقفت هالنشاطات اللي هي بتهدف لسقافة صحيح بالنهاية واللفن دكتور حسنين عرفنا شوي على هالمسابقة ولمين مفتوحة أو مقدمة الفرصة هي صراحة هي المسابقة بالتصوير الفوتوغرافي أن ترابلوس بعيونك أحلى هي الفكرة المسابقة تماماً تمشي مع نظرية الجمعية أن ترابلوس مع الأسف صار عندها نمط معين عم تقول أنه هي ما عم تدعي الناس لأنه تجي عليها فهذا غلط ترابلوس هي مدينة في حياة ترابلوس هي مدحف حي الأشياء المميزة ترابلوس فيها أسارات فيها مختلف الأشياء اللي ممكن تجيزوا بالسواح من كل العالم إذا ما بس من لبنان فهيدا الشيء نحن أرلمنا نغيره كيف بدنا نغيره وما في إلا الصورة اللي هي بتعكس يعني بيقوله صورة أحلى من ألف كلمة يعني عم تحط الصورة بويش صورة صحيح الصورة الحلوة وتم نجي من ورجية بتخلي الناس تطلع في هادي بطرابلوس هادي موجودة بلش شوية تتغير هادي النظرة الموجودة صورة بيقوله هي خير من أكتر من ألف كلمة بتقدر تواصل بتعبر عن ألف كلمة صحيح فمن هون انطلقت الفكرة أنه خلينا نحن نعمل صورة مسابقة بالتصوير هيدا الهدف مننا أنه نقي أحلى صورة عن طرابلوس بتخلي الناس تجي من كل المناطق تجي على طرابلوس لتشارك بالمسابقة إن كان هوات ولا محترفين حيجوا يفتشوا على الأشياء الحلوة اللي بطرابلوس يعني الفرصة مفتوحة على الكل طبعا مش بس للمحترفين طبعا أنا بحكي شوية عن الشروط نعم بس الفكرة أنه هي عم ندعي هالناس كلها اللي تجي تطلع بقلب بطرابلوس على الأشياء الحلوي مباشرة من مجرد الفكرة بلشوا عم بقولوا نحنا عم نشوف الأشياء الحلوة بابا عم نطلع الأشياء السلوية فيها وبالنهاية رح ياخدوا هالمعلومات والصور صحيح أو الصورة اللي شفوا ينقلوها من المكان اللي ينجوا منهم حيكون فيه المسابعة بشكل عام حيكون هي مسابعة بالتصوير أحسن أربعين صورة حينعمل لهم معرض وكل شخص مشارك حيكون اسمد على الصورة أكيد بالمعرض حيكون هذه فرصة للأشخاص أنه يورجوا مواهبهم بالتصوير بالإضافة أنه فرصة أنه هالناس عم تجي تكتشف ترابلوس وتعرف عنا أكتر حيكون فيه مثل بوكلت كمان يتوزع عنا هؤلاء الصور الموجودين حيصير في عنا أرشيف صور عن ترابلوس حلوية نقدر نستخدمها بالكامبين بماركتينج بالميديا بحيال لشي نظهر جميع ترابلوس يمكن بالمطار يمكن بالسفارات برا يمكن بمراكز السياحية مختلف المحلات وحيكون بنفس الوقت نشاط فني بقلب المدينة ترابلوس وهيضا النشاط اللي نقدر نعمله نحن على مستوى كبير شركنا لجنة حكام من برات ترابلوس ومن كل المناطق الإرنانية عندنا صوتهم لا اختيار أفضل الصور صحيح حيكون في ست أعضاء اللجنة التحكيم مميزين وعندهم خبرتهم بمجال التصوير أو بمجال التصوير بمجال التصوير بمجال الفن حيكونوا مشكلين ما حيكونوا عندهم بس طابع واحد هيدا بيخلي الصورة تنشاف من كذا بعض يعني حيكون في أركيتكت بقلبه حيكون في مخرجين سينمائيين حيكون في فوتوغرافرز حيكون في كذا فئة من المهن يعني موجودين بقلبهم إذا بتحبونا نحكي عن الأشخاص أكيد المسابقة مفتوحة مثل ما أنا لكل الهوات ولكل المحترفين اللي يشاركوا فيها كيف بيشتركوا؟ الأول شيء عليهم يجوا يصوروا يمكن يكونوا مصورين من قبل بالوقت اللي هني بدون يعني ما فيه أوقات معينة أبدا بالعكس لأنه المصور هو بيلاقي اللحظة المناسبة هو بيلاقي اللقطة اللي هو بدي يوصلها والرسائلة اللي بيتعبر عنه تماما ممكن الصبح ممكن الظهر ممكن بالليل مدرك الخيار وحتى مضمون الصورة مدرك الخيار للشخص يعني ما فيه ثيم معين أو التوجه معين أنتو عم تعطونيه كان ضمن الأسئلة التي سألنيها من قبل أنه هل بدنا نحدد؟ قلنا أن ترابلوس هي حلوة بكل شي فيها يعني إذا بدنا نحكي عن طابعة تراثة فيها أبنية تراثية مميزة الحياة اللي بيقلبها الأسواء اللي بيقلبها الأكل اللي بيقلبها المفروشات يعني فيها فيها مميزة أثار أهل ترابلوس كمان فتركنا الخيار لحيا الله هذا شو بيحب هو يقول أنه هيك ترابلوس يمكن يورجي التعايش اللي فيها يمكن يورجي العادات يمكن يورجي التراث التياب نعم كل واحد بنقل صورة اللي هي بتعجبه وبييظهرها كل مشترك بيقدم صورة واحدة أو مجموعة صور؟ خمس صور بيبعثون إيميل على إيميل الجامعية هلأ منجرها نحطه بالبوستر مكتوب إيميل هو rebrandingtripoli.gmail.com نعم أوكي وبيبعث خمس صور بيحقلو أكيد تكون الكواليتي عالية كتير مشان نقدر نجعل نطبعها نعم وبدو يكون أهم شي ما يكون كاتب اسمه عليا للصورة وتب يبعثها ما يكون في دعاية طبع وما يكون في دعاية مشان وتبع نطبعها ما يكون في اسم موجود الدادلين أي متى؟ يعني انطلقت المسابقة الأسبوع الماضي رانا خبرتيني نعم ومستمر إلى أي متى؟ بعشرة نوفمبر هو الدادلين أوكي بس توزيع الجوائز والمعرض الصور هو بـ 29 نوفمبر بمركز الصفاضي الثقافي نعم نحنا هيدا الإيفنت هو برعاية وزارة السقافة ووزارة السياحة بدنا نتشكر مدير العام بوزارة السقافة الدكتور علي السمد على دعمه الكبير لألنا نعم بدنا نتشكر كمان كل السبونسرز لأنه لو ليهم ما كان هيدا الإيفنت بقدرينه يكون عند اختيار الصور راح تختاروا أربعين صورة من بين كل اللي بيتقدموا صحيح يعني راح يكون في أربعين صورة فايزي أو كمان من ضمن الأربعين راح تختاروا أفضل صورة حيكون في أربعين صورة اللي هني وصلوا للفاناليست هيدو الأربعين صورة حينعرضوا بمعرض مثل ما قلنا بقلب المركز على مدى يومين بمركز الصفاضي الثقافي نعم نقول يوم يمكن نمدوا كمان لأنه بتصور هيكون في قبال كبير بنفس النهار الإيفنت هيكون في توزيع الجوائز للأشخاص الفائزين والمعرض معه مترافق معه هيكون مثل شوي أشياء فنية بقلب الإيفنت الجوائز هني لأول ثلاثة نعم نانتكت سفار وفي جائزة ثالثة كمان ستكون كاميرا حتى يكملوا بالمعهب نعم بعد في جائزة الجمهور أو الحضور هي سفرة لشخصين على تركيا مع إقامة مع قتال وترانسبورت يعني حتى اللي راح يحضروا هالحفل أو يحضروا شوحوا المعرض بناء أصورة بناء أصورة أبي شاركوا بإختيار السواء كمان بناء أصورة هيدا الجائزة هيدا بتكون جائزة الجمهور نعم هي العبارة عن تيكت تيارة لشخصين مع أوتيل مع ترانسبورت فول باكتج على تركيا على اسطنبول فرصة مميزة كمان حتى يشوفوا عن قريبة نحن لأنه كانت القصة في بعض الأشخاص أنه إذا كيف كم بروفاشنز عم يفوتوا داد أماترز كومباتيشن بمع بعضهم الأول شيء نحن هي مجرد المشاركة هي فوز للكل هيدا كانت النقطة نعم تاني شيء المعرض لهو أربعين صورة كمان حيكون فيه إمكانية كتير ينواجدوا ويبينوا وجائزة الجمهور هيدا تركنها للاختيار اللي هو شو بيحس الجمهور يمكن هون بطلت الجودجمنت بطل البروفاشنل قد ما هو شو عم بيحس الجمهور هيدا اللي كمان متكلين عليها تكون جائزة حلوة من هنيكن على هالمبادرة ونحن رح نستعين ببعض الصور اللي انتو بتختاروها بفكر عنا اسم من اختار صورة من منطقة مميزة من لبنين ومن عرضها فرح نستعين بهالصور المميزة شكرا للكم وأهلا وسهلا فيكم نحن نتشكر الام تي في كتير على كل دعم على المحاول شكرا وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل موسيقى موسيقى موسيقى